عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة أكد مدبولي خلال هذا الاجتماع أهمية استمرار المتابعة من جانب مختلف أجهزة الدولة المعنية والتعاون والتنصيق بما يسهم في إتاحة السلع بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة تلبية لاحتياجات المواطنين وخلال الاجتماع أيضا استعرض فاروق عددا من الإجراءات التي تم أو يجري اتخاذها سعيا لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع حيث أشار إلى أن إجمالي كميات السلع التي تم ضخها وصل إلى 300 ألف طن من السلع التموينية واللحوم والدواجن بأنواعها بالإضافة إلى السلع الحرة الأخرى